الشباب الأصدقاء الأخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان نقول لكم صباح الخير صباح النور مساء الخير مساء النور يعني في أي مكان أنتم موجودين فيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نتمنى لكم حياة سعيدة هانئة رغضة بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ اليوم في الحلقة السبعة من حلقات فضفضة في العمل الإنساني الخيري والمشاكل اللي بتوجهه واليوم هنتكلم عن خطوات في بناء المجتمعات وخطوات في هدم الأمصار قبل ما نبدأ الحلقة بنحاول نشكر الأستاذة آية أبو زينب على مجهودها في تحضير العرض العرض الفني ونشكر كذلك المجموعة اللي هي حطت الفكرة الأولى لعرض هذه الشرائح اللي أنا حطيتهم هنا اللي عايزة تفرج على الشرائح في رابط أسفل ممكن تجدوه في على الفيسبوك ممكن تخشوا على الفيسبوك تحتكم حتى في رابط مع الفيسبوك دا تلاقي فيه كل الشرائح موجود طيب أنا حصلت لحادثة جميلة أمس ذهبت للندن لأول مرة تقليل من أقل من سنتين عشان روح المكتب بتاعنا مكتب الممتدر خيال الإسلامي اللي ما زرتهمش من أكتب من سنة ونص أو يعني سنتين إلا شهرين كده وحبايا نشتري بعض السندويتشات من محل صغير فقلت لأحد الأصدقاء أو الشباب اللي كانوا معايا يشتريني السندويتشين يعني وضيت له 20 جنيه وكان مدر أهل لندن بالذات يعني على أساس إن السندويتش بيباع ما بين 4 إلى 5 جنيه كل السندويتش فالأستاذ اللي راح يشتريني السندويتشات رجعلي من 20 جنيه جنيه واحد جنيه واحد فقط وكان السندويتشت عمارة حتت كروسان زي كده وحتت السندويتش قد كده يعني شايفين كاب في كده السندويتش قد كده وكروسان قد كده وكروسان كان في حبة جبنة صيحين يعني والسندويتش تاني اللي كان قد كده كان في تونة وتماطم فسألته وفتكرت أن أنا غلطت غلطت في المبلغ لأن السندويتشات لندن غالية طبعا طبعا ده ما كانتش محل كبير ده كان محل يعني على النصية كده ويعني محات صغيرة جدا يعني ولا لي مركة ولا أي حاجة وقالي لا هو كده 19 جنيه ثمن اللي هم إيه السندويتشين لما نيجح نحن نفسر الظاهرة دي قد يكون أصحاب المحل معزولين لأنهم بقالهم سنة أو سنة ونص مش عارفين يبيعوه فرفعوا الأصحار 200 في المية أو 300 في المية من 8 جنيه لـ 19 جنيه أو من 7 جنيه لـ 19 جنيه وقد يكون أمر تاني هو احتكار لأن كل المحلات اللي موجودة خاصة المحلات الكبيرة زي السابوي والحاجات دي كلها مقفولة وما فيش مرة وما فيش وما فيش وما فيش إلى آخر المهم كاننا سندويتشين بحمد الله ودفعنا تقريباً لـ 20 جنيه أنا مش عارشكم بس تقلبوا الأرقام دي والعملات المحلية بتاعكم عشان ما تخضوش لأننا احنا مقاش عاديين في كافتيريا احنا كنا بس ناخذ السندويتشين محل صغير جداً جداً لكن عندهم حق أنهم يرفعوا السعر ده لأنهم خسروا أموال كتيرة في العام الماضي والعاذ بالله خش المحاضرة الكلام اللي أنا حقوله النهاردة ده أنا قلته من حوالي 8 سنين وعملته كده بوست في الفيسبوك في 16 يونيو 2013 تحت عنوان 5 بـ 6 بـ 30 يوم وقلت فيه خطوات بناء المجتمعات وقلت فيه خطوات هدم الأمصار بطريقة بلدي كده من غير ترتيب من غير ترتيب فعديت خطوات بناء المجتمعات خطوات بسيطة جداً 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 هاورها وبعدنا هنرجعها مرة تانية التعارف والتواصل والاستماع والفهم والتفاهم والتنازل والتوافق والتكامل والتحالف والتشارك والتوحد المبني على الإيمان والاحترام والثقة والتواضع والعطاء المتجلب دولنا كتبتهم من حوالي تمن سنوات أما خطوات هدم الأمصار فبرضا كتبتها ليه من الاستهجان والاستهزاء والاستبعاد والاستقطاب والاستئصال والاستغلال والاستنزاف اللي بيؤدوا إلى المجادلات والخصومات والمصادمات والنزاعات والصراعات والمكاسب والخسارات والمبنية على الكبر والأنانية والاحتقار والشك والإيمان ده كلامنا كتبته حوالي من تمن سنوات فكانت مجرد خاطرة أنا حطتها رجعت رجعت الخاطرة دي مرة ثانية وكتبتها مرة ثانية بتلاقي أخرى اللي هي ألف خطوات بناء المجتمعات هي عمل مؤسسي مبني على ركنين الأول أخلاق الفرد مننا الأول أخلاق الفرد مننا وست خطوات الإيمان وهنا الإيمان بنتكلم فيه الإيمان بالخالق بتاعك الإيمان بالوطن الإيمان بالقيم الإيمان بالأخلاق الإيمان بالتاريخ الإيمان بالعادات الإيمان كل هذي بالثقافة بتاعتك إلى آخرين ده جزء الإيمان متشعب ومتجزد لازم يكون فيك أو فيك قبل أن تبدأ في بناء المجتمع نمرة واحد نمرة اتنين شخصيات يكون فيها التواضع لا ينفعش تكون أنت متكبر على الناس وعايز تبني مجتمع أبدا ده الرؤ ده إيه ده الخاصية التانية في شخصية الإنسان اللي عايز يبني مجتمعات النقطة التالتة إنها فيه تجرد أنت مش بتعملها لنفسك أنت بتعملها للمجتمع بتعملها لله بتعملها الخالق بتاعك بتعمل إله بتاعك يعني بناء المجتمع هو شيء فيه تجرد ليس فيه مكسب شخصي بل فيه عناء وشقاء وصبر وابتلاء النقطة الرابعة في الأخلاق الفردية اللي هي العطاء والإثار لابد أنت وإنت بتبني المجتمع لبقادر على العطاء عطاء الوقت عطاء المال عطاء الجهد عطاء الفكر وفي نفس الوقت تؤثر الآخرين سواء الآخرين دول من أبناء دينك أو ثقافتك أو من غير أبناء دينك أو ثقافتك يكون في أخلاق الفرد مننا اللي احترام والتقدير نحترم الجميع بغض النظر عمانهم لأننا هبنبني مجتمع ما بنبنيش مجموعة صغيرة لا نبني مجتمع كبير المجتمع دي فيه ثقافات مختلفة وعدات مختلفة وتقاليد مختلفة وأعراف مختلفة وديناءات مختلفة وعقائد مختلفة إلى آخر إلى آخر إلى آخر فلا بدي يكون فيه عنصر الاحترام موجود والتقدير ونقدر من أنجزه إذا كان المنجز مش من أهلك أو عشرتك أو قبيلتك أو حزبك السياسي أو دينك أو فقرك لابد نقدره والأخير يكون عندك الثقة والثقة بردك متشعبة تذخ في نفسك كباني مجتمعي تذخ في ربك تذخ في مجتمعك تذخ في زملائك اللي بيبنوا عاك المجتمع وعنصر الثقة ده موجود يبقى فيه أخلاق الفرد هنا بتبنى على ست خصائص الإيمان والتواضع والتجرد والعطاء والاحترام والثقة ده اللي هم ست ست خصائص لخلق الفرد الذي يريد أن يبني المجتمع طيب لأخلاق الفرد الجزء الثاني البناء المؤسس عشان نبني مؤسس ما فيش مجتمع حبني مغير مؤسسات لازم نعرف دي الوقت احنا في القرن الواحد والعشرين ونعرفها نحن مش في وقت عن طريب الشداد ولا في وقت الشمشون ودليلة ولا وقت هرق ولا وقت الفرعون الكبير لا احنا في وقت دول المؤسسات ومعنى هذا أنه لن يبني المجتمعات والأوطان والدول إلا المؤسسات لن يبني ولن تبني المجتمعات والأوطان والدول إلا المؤسسات فعدوا على بناء المؤسسات دي بالنواجز وسيكون هذا بناء بناء المؤسسات مبنى على هذه الثواب مبنى على هذه الثواب من قاعدة للقمة ومن قمة القاد أما القاعدة بتاعتها فنرجع مرة تانية للإيمان زي ما قلنا قبل كده في الأخلاق الفر الإيمان إيمان المؤسسة ببناء المجتمع إيمان المؤسسة ببناء المجتمع نمية اتنين التواصل التواصل مهم جدا وهي أخطر نقطة بعض الإيمان اللي بتمنعها الأنظمة الشمولية القمعية تمنع التواصل تمنع الفيسبوك تمنع التويتر تمنع التوك توك تمنع اللي هو التليفونات تمنع الإنترنت التواصل أخطر شيء في بداء في بدء مسيرة البناء المجتمعي معنا التعارف يا أيها الناس إنا خلقناكم من زكرة وأنسة وجعلناكم شعوباً وقوائل لإيه لتعارفه تعارفه 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 إن أكرمكم عند رأسها التعارف أنا ما حتواصل معاك حتعرف عليك عرف أنت مين أو عرف أنت مين أو تعرف هي مين إلى آخر يبقى الإيمان والتواصل والتعارف ده البناء المؤسسي فالمؤسسة تبتل تتواصل مع المؤسسات الأخرى تتعارف عليها وبعدين تستمع للأطرحتها تستمع لأطرحتها علشان تفهم هذه المؤسسة عايزة تعمل ايه وبنفس الوقت هي تسمع المؤسسة الأخرى لأطرحتها يبقى الإيمان تواصل للتعارف للإستماع بعدين بعد ما نستمع لأطرحات بعدنا وبعد نبتدي نفهم عملية الفهم بتجي في النقطة الخمسة النقطة الخمسة علشان بنقى المجتمع من خلال مؤسسة نفهم المؤسسة الأخرى ماذا تريد وإن فهمنا سنتفاهم معها وإن فهمتنا ستتفاهم معنا يبقى بنتواصل نتعارف نستمع أو نجي لو أنتوا عندنا الاستماع يكون بعد التواصل أو قبل التواصل أو بعض التعارف وقبل التواصل 間 ما فيش مشكلة مجرد مفهمنا نعمل إيه بعد كده هو أن نبتدي نتوافق نتوافق طب يلا نعمل حاجة مع بعض طب يلا نعمل مشروع مع بعض طب يلا نكتب نظرية مع بعض طب يلا نعمل أي شيء مع بعض يبقى إيه الايمان التواصل التعارف الاستماعي الفهم التفاهم التوافق ومجرد ناح نتوافقنا مع بعض هنبتدي كل واحد فيه نفهم شخصية الآخر كل مؤسسة تمفهم الشخصية المؤسسية الأخرى نبتدي نعمل مجموعة من التنازلات أنا مثلا بحب أشتغل في المياه أو مؤسسة أخرى تحب تشتغل في رعاية الأطفال أو رعاية النساء أو رعاية الكهول أو رعاية المرضى أو المشردين في الشارع أو أطفال الشوارع أو الأرامل أو الزراعة أو الأشياء الحرفية أو المنظومات السياسية الفكر السياسي أو الثقافي أو الفني أو الأدبي إلى آخر مجرد ما فهمنا بعض وتفهمنا هنبتدي نعرف بقى إيه كل واحد فينا هتوافق مع الآخر وحتنازل عن جزء من شخصياته الاعتبارية علشان ننتقل في المسيرة في البناء المجتمعي ننتقل في المسيرة في البناء المجتمعي هنتنازل لنتكامل التنازل هنا للتكامل التنازل هنا للتكامل لأن إحنا حبينا نعمل مشروع مع بعض أو برنامج مع بعض في إحدى القرى لابد كل واحد فينا يعمل شيء يكمل الجامعية التانية كمؤسسة نبقى إحنا كنا نشغلين في شيء واحد في مكان واحد والأماكن الأخرى ما فيهش حاجة نتكامل مع بعضنا البعض وبعد ما نتكامل نبتل نبني الشركات نتشارك مع بعض في برنامج في مشروع وإن تمقننا البعضنا البعض فنبتدي نعمل التحالف والتحالف بيكون طويل المدى أما التشارك بيكون في مشروع أو مشروعين أو برنامج أو برنامجين ومن بعد ذلك نقيم الوحدة لا ليست الانصار الوحدة القائمة على الإيمان الذي يستطيع الذي نستعمل خلاله أن نبني المجتمع يعني نتكلم أهم شيء في هذا الموضوع نرجع مرة أخرى في الاثناشر نقطة دول المؤسسية الإيمان التواصل التعارف الاستماع الفهم التفاهم التوافق التنازل تنازل تنازل ليس كل شيء أنت لا لابد تتنازل عن جزء من مكتسباتك من أجل الآخرين بين بناء التكامل بينك ومن الآخرين والتشارك والتحالف إلى أن نبني اللي هو المجتمع من خلال الوحدة المجتمعية المبنية على الإيمان بالبناء المجتمعي ده بالنسبة لأخلاقيات الفرد اللي احنا كلمنا عنها قبل كده لما الستة ستة دول في الفرد واللي هو العمل المؤسسي اللي هو لابد أن يمشي في هذا الطريق أمامنا تتأثر المسيرة دي بقى المؤسسية البناء المجتمعات بمدى إيمانك أنت وأنا وهي وهي كلنا بإيه مدى إيمان وفعالية الأفراد المشاركين في البناء وده بيقودنا لأركان الشخصية المجتمعية أركان تكوين الفردية للشخصيات يعني كل فرد فينا لابد يكون فيه ستة أركان دول أو أكتر يبقى إحنا قلنا ستة أخلاقيات إتناشر خاصية مؤسسية عشان التواصل مع المجتمعات مع المؤسسات الأخرى ونيجي في الآخر في داخل شخصية أنا فيه أركان ستة أخرى لابد أن أنا أغذيها أغذيها أول حاجة فيهم اللي هي التعليم 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 والوعي والإدراك والثلاثة يكونوا مع بعض تعليم ووعي وإدراك تعليم بدون وعي وإدراك لا يقيمة لهم مهما أخذت دكتوراه مهما أخذت دكتوراه مهما أعملت دراسات زي ما أنتوا عايزين مهما طلعتوا الأمر بدون وعي وإدراك لن يفيدنا هذا التعليم أول نقطة في بناء الشخصية أو أركان الشخصية المجتمعية القادرة على البناء هو التعليم المرتبط بالوعي والإدراك يعني يكون برامج التعليمية اللي احنا بنعتبرنا للأولاد والأطفال تؤدي إلى إدراكهم وزيادة إدراك الوعي عندهم نمتنين أين أنا شأته في الأسرة الاهتمام بالأسرة وأنا دايما برجع أقولها مميت مرة وده وعم فيه بكثير جدا من الناس ملوا هذا الكلام ليه لأنني قال لك ايه الكلام العديم ده أتم ما ينفعش أنا مش عايز أبقى في أسرة ملح يا ربيك أنت كنت نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة وطفل يحبو لا سعني يتكلم أو يأكل مين حرعاك في المجتمع إلا اللي حبوك وإلا اللي حملتك تسعة أشهر وإلا اللي برعاك بيجهدوا ومالوا الأب والأم يعني الأسرة نحن نشأل فيها ده الرقم الثاني في بناء أركان الشخصية نمتلت ما هي مشاركتك المجتمعية في المؤسسات الموجودة بتعمل إيه أنت المؤسسة عشان تستيع من خلال خبرتك دي تكون جزء من الأفراد اللي حيث من المجتمعات خبط المشاركات المؤسسية المجتمعية لهؤلاء الأفراد ليس كل من يتحدث يستطيع أن يبني أبدا 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 لابد يكون عندك خبرة في المشاركات المجتمعية ينظر بعا إيه هو تاريخك أو هي تاريخك عندك إيه عملت إيه قبل كده تاريخك سلتك الذاتية أخلاقياتك علينا عضايا أخلاقية إلى آخره الشفافية عندك سرقنا فلوس عملنا كذا عملنا كذا عملنا اتكبنا أشياء سيئة جدا والله أعلم كل هذه الأشياء هيتعتبر أركان داخل شخصية الإنسان اللي حيستطيع أن يكون جزء من بناء المجتمعات العلاقات بتاعتك بين أديان الأخرى والثقافات الأخرى متبقى أنت الجزء من المجتمع وتسب الأديان الأخرى وتسب الثقافات الأخرى وتبتلي تستهزأ بيهم أبداً لو كنا نتكلم من كانت المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سباب ولا لعان ولا شبيشة من الناس بالعكس لما جاء عبد الله ابن أبي سلول تطاول عليه مرة من المرات فلما اشتكاه لبعض الأنصار قال إيه ما بال يعني ابن أخيكم أو إلى آخره وسمى بالكنية الجميلة بتاعته بالرغم أنه هو سبه رأس النفاق في المدينة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الملأ إلا أنه عندما جاء يشتكيه لبعض الأنصار في المدينة لم يذكره بسوء علاقاتهم بالمجتمعات والتقباط لأدين أخرى أبداً هل المجتمع بيقبلك أنت كشخص عشان يسمعلك التبنيه لابد نسأل نفسنا هذه الأسئلة ده جدء من أركان الشخصية اللي حتبني المجتمع يبقى إحنا عندنا 18 نقطة 18 نقطة بلاي في في خطوات 18 خطوة منها 6 في الأخلاق الفرد 12 في البناء المؤسسي يبقى 18 زائد عندنا 6 في التكوين الشخصية المجتمعية في تكوين أركان الشخصية المجتمعية اللي هي التعليم والوعي والإدراك الأسرة اللي انت بتنشئ فيها خبرتك والمشاكلات المؤسسية المجتمعية لهؤلاء الأفراد التاريخ والسرعة الزائدية والأخلاقات والشفافية اللي علاقاتهم بالمجتمعات الأخرى ومدى قبول المجتمعات اللي 24 نقطة تدور متشابكين مع بعضهم البعض منها فردي نفسي داخلي ومنها مؤسسي ومنها تكوين عضوي لك أو لك أنت من خلال الخبرات اللي انت بتخنيها وانت تدخلها في المجتمع ده بالنسبة لكيف نكون من أصحاب بنات هذه المجتمعات المجموعة الثانية هي مجموعة اللي هي خطوات حدم الأمثار إزاي نبني نهدم بقى يعني دول بيبنوا طب خلاص أبنوا في ناس بتهدم يعني وانت بتبني وانت بتبني في ناس بيهدموا وانت بتبني في ناس بيهدموا الهدم مبني بالدرجة الأولى على تصرفات الأفراد تصرفات الأفراد واللي هما هيصبحوا فيما بعد قادرين على هدم المؤسسات اللي انت بتبنيها ثم هدم المنظومات ثم هدم الأساليب ثم هدم الوسائل ثم طمس التاريخ ثم تغيير التاريخ ثم تشريط المجتمعات وتشريط المجتمعات إلى آخر مبنيها بالدرجة الأولى على تصرفات الأفراد الناس يسمعون فينا بعض القادمين على هدم هذه المؤسسات ومن ثم هدم الأمصار وتمس معالم التاريخ وتغيير مسارات والتمركز أخلاقيات هذه المجموعة من الناس الهدامة في أربعة مسارات أربعة مسارات القائمة على النفسنا وسوق الخلق يبقى أربعة مسارات أربعة مسارات قائمة على النفسنا وسوق الخلق أول مصار نفسي المصار النفسي الأول اللي هو بيكون من الكبر والأنانية والاحتقار والشك ونقص أو عدم الإيمان خمس نقاط خمس نقاط في المصار النفسي الأول الكبر والأنانية والاحتقار والشك ونقص أو عدم الإيمان ده الخمسة الأولين من اللي هو في المسأر النفسي الأول داخل الشخصية المجتمعية الهدامة المسأر النفسي الثاني فيه أربعة مساوئ استهجان نستهجم من آخرين إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ لا قيمة لهم نستهزئ بهم ونستهجم كم؟ وبعين نبدأ نعمل استقطاب تعال أنتم معي يبقى فيه فرق فرقة معي فرقة مع فلان وفرقة مع فلان فرقة مع فلان وفرقة مع فلان ونستبعد الناس اللي مش بيوافقوا أراءنا يبقى أصبح فيه فجوات في المجتمع وأصبح فيه تكتلات في المجتمع وأصبح استقطابات في المجتمع وأصبح فيه اللي هم نسميه كره مجتمعي ما بين الأفراد المجتمع مبني على المسار النفسي الأول المسار النفسي الثالث المسار الثاني بيؤدي إلى الجدال والخصومة والصدام والنزاع والصراع خلاص استقصبت انت واستبعدت فبدأت بقيت جادل الاخرين بقوة انا عندي فريق وده عنده فريق انا كنتفرق مرة كنا متفرج على ماتش كرة زمان يمكن في اول السبعينات بين الاهلي والزمالي وبعدين الاهلي دخل فيه جون ولا الاهلي دخل جون وتجع اوف سايد حاجة ده كده يعني والماتش باز يعني الجمهور الاهلي بوازوا فخلاص خرجنا من الماتش وتقسم الجمهور كأننا في حرب ما بين الاهلوية يجو كده كل واحد ما سكتوب وادرب بالتاني شفت الغباء وصل لإيه 22 لعيب بيدربوا كرة تحول هذا الأمر إلى معركة ما بين الجمهور بعض وبعض يبدأ بالاستقطاب والاستبعاد وبعدين الصراعات والنزاعات إلى آخر المسار النفسي الثالث هذا هو من المجادلات والخصومات والمصدر ده بحاصل حاصل معنا كل يوم حاصل معنا كل يوم لأن إحنا بدأنا الخطوة الغلط اللي هي إيه؟ الأنانية والاحتقار والشك من المبني على عدم أو نفس الإيمان بإيه بالمجتمع؟ قد تكون أنت مؤمن بالله وبالإله بتاعك زي الفل لكن أنت مش مؤمن بالمجتمع أنت مؤمن بالنفسك بس لا ترف المرآة إلا نفسك بس لا ترف المرآة إلا نفسك بس لا ترني المجتمع معك وتبنى بعد كده عليها كل هذه المصدرات النفسية التانية والتالتة ثم الربعة بتحول هذا لاستهجان واستهزاء واستقطاب واستبعاد الآخرين بقى وبقى نتحول بقى اللي هو إيه؟ درجة التالتة إلى خصومات والمصادمات والنزاعات وبقى نصراعات الرابعة بقى استقصال خدت الحكم خدت السلطة استقصر كل النزل كلها اخلص منهم بأي طريقة اخلص منهم بأي طريقة يبقى أصبح هم الأعداء أو الأوائل اللي انت عايز تخلص منهم ولا ترى أعداء في المجتمع غيرهم لأنهم أصحاب أراء مختلفة الاستقصال والاستغلال وتستغل لأموالهم وتستغل لهم هم وتستنزفهم وتحجروا على أموالهم وتسموا إيه اللي هم الحجة على الأموال وكل الحاجات دي كلها تبقى بتحصل إزاي؟ بتحصل من الأول نقطة يبقى في أربعة مصارات نفسية بتؤدي الهدم المجتمعي من سخفة فرضية دي بتؤدي بالتالي لكل المؤهد من المؤسسات وهدم الإنجازات وهدم التاريخ وتغيير التاريخ إلى آخر يبقى احنا تكلمنا عن حوالي 18 نقطة في أربعة مصارات نفسية داخل الشخص اللي حيدي المجتمع داخل الشخص اللي حيدي المجتمع إن الهد من مبني على المصلحة الشخصية أو الحزبية أو العرقية الهد مبني على مصالح مصلحة فرضية يعني أنا هستقصد دول وحبعدهم عشاني أنا عشان قبلتي عشان حزبي عشان جماعتي لا إن الهد مبني على المصلحة الشخصية والحزبية والعرقية وليس على الإيمان المجتمعي اللي بيأمنه المجتمع لا يهدمه أبدا أبدا وتأثر مسيرة الهدم بأركان التكوين النفسي مرة أخرى زي ما كان فيه تكوين نفسي للبناء يعني معنا من الست نقاط فيه أيضا تكوين نفسي للهدمين ولها ثوابت منهم تمن نقاط أو تمن ثوابت للتكوين نفسي لمن سيهدمون المجتمع هي أول حاجة الأسرة للإنسان ده أو للشخص ده أو للبنت دي أو للرجل ده عاش فيها هل فيه تربط أسري هل فيه رعاية أسرية هل فيه حنام من الأم والأب ولا لا دي نمر واحد اللي بل نرجع تاني لقول أن الأسرة مهمة جدا سواء كان في البناء أو في الهدم والعزو بالله لما تاني لما تاني لقولنا الوعي الوعي الإدراك مرة تانية الوعي والإدراك مرة تانية وتالتة وربع واللي احنا بنشوفه دلوقتي في التلفزيونات في المحطات الرسمية بتاعت الحكومات من مشايخ يعني سقط عنهم كل أوراق التوت وشفناهم فتاوي ما أنزل الله وبيعون سلطان وأراء ما أنزل الله وبيعون سلطان وفرقعات إعلامية سخيفة وغريبة لإلهاء الشباب وإلهاء الناس لو أنت ما عندكش درجة وعي مرتفعة حتنخرط في هذه المصارات السيئة نشوف من الرموز المجتمعية القدوات لهؤلاء الناس الهدامين هل هو واحد زي نيرون واحد زي هتلر واحد زي كل هؤلاء فارعون والجماعة وإلى آخر وحاليا فيه فارعون كتير موجودين وفيه هامان كتير موجودين وفيه نمرود كتير موجودين وبنقلههم وبنلبسهم مسوح المسيح عليه السلام بنلبسهم مسوح المسيح عليه السلام الرموز المجتمعية والقدوات الحصنة التي تختلون بها التعليم زي ما قلت قبل كده في الشريحة اللي قبل كده قلت ليس معناك أن خلطت درجة جامعية أنك تفقه ما يجري في المجتمع الدرجة العلمية ليست درجة وعي وإدراك إنما هي للشهادة وكتير جدا من هؤلاء المتعلمين المستعلمين أجهل من دابة بالواقع المجتمعية ولا يغرنك صاحب الدكتوراه وصاحب الماجستير وصاحب الأبحاث لأنه منكفئ على نقطة بسيطة جدا ولا يعرف ما يدور حوله أو ما تدور حولها التعليم قد لا يكون محوانا أسرح إنه غابها الواعي لتعليم لا يصلح من غير واعي وإن حصلوا على أكتر الدرجات العلمية هل الناس دي اللي احنا نعتقد هتهدي المجتمعات عندهم مشاركات مجتمعية ولا لا منتمين لكذا جمعية ولا لا دخلوا في تجارب مجتمعية ولا لا عندهم إنجازات مجتمعية ولا لا نشوف هم دول لا ما عندهم شي يبقى يعرف إن هم دول لو تقلدوا المناصب وهم دول اللي حيهدوا هم دول اللي حيهدوا وهم دول اللي حيهدوا بيتكلموا كتير جدا أحلى ناس كلامهم عسل نظري ليس عملي وممكن يكونوا القاعة العامة لكن حينما تعطى لهم الأمور يفسدوا المجتمعات لأنهم غير عمليين وغير واقعيين وغير منخرطين بالآخرين كثلت أطرحاتهم ونظراتهم الجدالية خاصة التي تكون غريبة على المجتمع يا سلام كلام تخين قوي زي مرة من المرات وحد بيقولك الصبر الاستراتيجي سمعت أنا كده من أحد أحد الناس يعني إيه صبر الاستراتيجي تنفتن أو ينفتن أو يفتن السامع بهذه الأشياء زي الطوق الانتمائي أنا بقى خليها أفقعكم كذا نقطة الطوق الانتمائي الطوق يعني كلب يعني هتحط الطوق في الأبتي انتمائي لإيه فده بيلهي الناس كل يوم يلهيك بشيء جديد من هؤلاء الناس اللي منسمي نفسهم إيه فلاسفة أو مثقفين إلى آخرين ليهم علاقات متوشعيبة كثيرة جدا مش معروفة مش عارفين هم لكن ليهم كده هم إيه دايماً في المقدمة طب هم 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 زي ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبضات الرجل التافي الذي يتكلم على الملأ أمام العم بيلي بيطلعهم هنا وهناك وهناك ويعمل لهم نجوم ويعمل لهم نجوم وهكذا كل يوم بيتلونه بلوم مختلف لو كان شيخ بيغير فتوته كل 24 ساعة زي ما الإنسان بيغير ملبس الدخلية بتاعته وكذلك لو كان سياسي وكذلك لو كان ولو كان ولو كان كلها هيك فتاوي جاهزة سواء كان في الاقتصاد أو في العلم أو في الأدب أو في الشعر إلى آخر فدي أركان الشخصية الهادمة للمجتمع ثمانية اللي هو الطابط الأسري الوعي والإدلاك المجتمعي الرموز اللي بيؤمنوا بيها التعليم اللي عنده هل فيه تعليم من غير وعي ولا لا المشاركة المجتمعية المؤسسية موجودة ومش موجودة الجدليات اللي بيصروها العلاقات المشبوهة اللي مش معروفة اليوم وفي الآخر التلون كألوان الطيس يعني تلاقيه مثلا يقول الكلمة وعكسها تقول الكلمة وعكسها الرئيس يطلع يقول كلمة فيمشوا مع الطيار ده ويهاجموا دولة من الدول ويهاجموا شخصيات من الشخصيات وبعدها بيمين يحصل على صرحة سياسي فهم مجراجعين يمجدوا الدولة اللي كانوا يهاجموها فيه يجعل الحليم حيران ده اللي هو لتكوين أو أركان المكونة الشخصية لها ديمة المجتمع ندخل الآن يا شباب في اللي هو الجزء الأخير اللي هو رسالتي لكم أتدرون يا شباب ما هو العامل المشترك الأعظم في كل اللي أنا قلت ودخلنا نص ساعة اللي فاتة دي إنه الفرد 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 كل حاجة فرد المواطن الأب الأم المدرس المدرسة العامل العاملة التاجر التاجرة الطالب الطالبة الجندي والجندية الفنان والفنانة الصحفي والصحفية الإعلامي والإعلامية رجالات الدين بعشر حركات والفكر والسياسة والأدب والثقافة الشباب والكفول النساء والرجال البسطاء والمتعلمين العلماء والأميين الوطنيين كل دول كل دول عنهم مسئولية لأنهم دول مجتمع وغيرهم أوعة تقول أن في مجموعة واحدة هي مسئولة عن بناء المجتمع كل فرد من داخل المجتمع مسئولة عن بناء المجتمع تحمل مسئولية بناء المجتمع أنا وأنتم أنا وأنتم يا شباب من هو بقى الفرد يا شباب إن هو أنتم يا شباب أنتم يا شباب أنتم أصحاب الحلول والرؤى والأهداف والاستراتيجيات تهربوش تحدي ما فيش هروب ما فيش هروب أنا بقول لكم سباعة اليمينة وثلاثة هم وعدوا وعيد أنتم القادرين على بدء المسيرة لأنكم شباب وفتوة منذك مؤافاق في المستقبل على بدء المسيرة والوصول بالمجتمعات إلى بر الأمان أنتم فالحوا أنتم فلاحين حقول ومزارع الثمار المستقبل الذي تعدونه للأجيال القادمة المتعاقبة أنتم يا شباب القادرين على رفع الوعي المجتمعي رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين لإعادة كتابة وصياغة تاريخ أممكم الذي كتبه لكم المرتزقة والمنافقين من الكتب المؤرخين والمؤجرين من فقرين من سقرين أنتم يا شباب أنتم أنتم أمل كل أمة أنتم القادر المرتقبون لقيادة المجتمعات وتحقيق الأمنيات والمحافظة على المقدرات ومن ثم حماية الأوطان كيف تبقى النهار فرد الشاب أنتم بالدرجة الأولى أنتم أيها الشباب الذين استحملونها مسؤوليات مسؤوليات عجزة عن حملها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان اللي هو أنا وأنتم الجاهل كحالاتي بمجردات الأمور والظالم كحالاتي لنفس لكنكم أنتم يا شباب أم الفرد أنتم الفرد القادر بإذن الله سبحانه وتعالى على إحداث هذا البناء المجتمع قد استعرضت معكم أيها الشباب الصورة الواضحة لفريقين أعتبركم الفريق الوحيبني والفريق الوحيهد فريق يحافظ على مكتسبات الحاضر اللي يبني بها أفاق المستقبل فاستقدم مجتمعاتهم أفاق تقدمات المجتمعات الأخرى ده الفريق الأول لو في 18 خطوة وستة مكونات مجتمعية أركان في الشخصية بتاعته فريق آخر حيهد وإن عليهم في 18 بردك خطوة داخل البناء النفسي زائد 8 أركان في الشخصية بتاعته إن وسائل بناء المجتمعات المدينة الحديثة لن اسمعوا لن وتحت لن دي وتحت لن اللام والنون دي حطوا مليون خط يسبدوا تقم إلا من خلال إقامة البناءات المؤسسية المجتمعية المدنية الحديثة يعني شغلة عن تروعابلة ده انتهى من زمان شغلة الفزع انتهى من زمان لابد يكون فيه تخطيط لابد يكون فيه دراسة لابد يكون فيه أبحاث لابد يكون فيه تواصل لابد يكون فيه تكامل لابد يكون فيه تفاهم لابد يكون فيه بناء معذرات إلى آخره إلى آخره إلى آخره إن وسائل بها المجتمعات المدينة الحديثة لن تقم من خلال إلا من خلال إقامة البناءات المؤسسية المجتمعية المجتمعية المدنية الحديثة داخل المناخات المجتمعية المتمتعة بإيه؟ بالحريات المدنية المكفولة بحماية حريات المواطنين. هيحصل تضحيات كثيرة جداً هتروح فيها أرواح كثيرة جداً لأن ما فيش حلاوة من غير نار وما فيش إنجاز من غير عناء متضحيات بالوقت والجهد والمال والأرواح والأنفس وبشر الصابرين هناك ثابت راسخة لبناء المجتمعات إيه هي دي بقى؟ ومنها أول حاجة وده مهم جداً اللي هو غائب عن كتير جداً في الأمة العربية الإسلامية رفع الوعي المجتمعي للمواطنين أصعب شيء ترفع الوعي أسهل شيء تدي شهادة وتقول أنا متعلم أنت مش تعلم أنت لا تعلم أنا لا أعلم أنا لا أفقه من علم عمل بعلمي ومن علم فقها ومن فقها تحول هذا العلم لخدمة مجتمعية وحول هذا الإيمان لخدمة مجتمعية منقول شاً إحنا مؤمنين من غير من أخذ المجتمع منقول شاً إحنا مؤمنين من غير نكون قادرين على تغيير المجتمع وأخذه من الضلال إلى الهداية أو من التخلف إلى التقدم أبداً الإيمان حركة وجود وحماية وبناء مجتمعي وليس ترانيم داخل مساجد أو كنائس أو أضرحة أو معابد إلى آخره الإيمان حركة ديناميكية تحيي قلوب وأفئدة الخلاق كافة حتى غير البشر تفعل درجة المجتمعية من المواطنين بناء المؤسسات قلت مرة ومرة واتنين وخمسة وخمسمية وألف وانتوا هتقرفوا مني مئتين يوم مرة بناء مؤسسات المجتمعية المستقلة المدنية الحديثة مش معسكرة ومؤمننة دخل فيها العسكر والأمن ضاعت الدنيا خلاص المحافظة على الحريات المدنية المكفوة لمؤسسات المواطنين والاكتساب الحريات المدنية دي شيء مسهل لن تمنح لن تمنح إلا أن تكتسب وتستطيع الإنسان يكتسبها وانتزع انتزاع من براث الثعالب والأفاعي والمحافظة على استقلال مؤسسات الدولة ومنع السلطات التنفيذية أو الأنظمة الشمولية من التغول عليها ده اللي هي ثوابت رسخة لبناء المجتمعات يا ربي يا ربي يا ربي النقطة الأخيرة ودي مهمة جدا 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 وهي إقرار شرعية المواطن من هو المواطن من هو المواطن يا قرار شرعيته في ملكية الوطن والدولة الذي يملك الوطن ويملك الدولة ليس الرئيس ولا الوزير ولا الشيخ ولا الأمير ولا الملك ولا رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهور لا أبدا المواطن هو صاحب الوطن والمواطن هو صاحب الدولة وكل هؤلاء الذين ذكرتم يتقادون أجورهم من ضرائب وملكية المواطن للدولة وللوطن نفسه ما هم إلا موظفين مدنيين تدفع أجورهم ورواتبهم من ضرائب مقدرات المواطنين فهم أجراء لدى المواطنين كما أن رؤساء المؤسسات الخيرية الإنسانية والاجتماعية أجراء لدى الفقراء فعليكم أيها الشباب أن تتعلموا فنون بناء المؤسسات المجتمعية الحرفية أو بحرفية بمعنى إيه؟ بمعنى أنك أنت حرفي مهني حينما تأتي لبناء المؤسسات المجتمعية التي ستبني بالتالي المجتمع علامكم يا شباب أن تعلموا أن الوطن ملك الجميع ليس لفصيل أو لشخص أو لزعيم أو لملك أو أبدا 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 حتى لو تفايقها المتفايقون وتنخر المتنخرون فالوطن للجميع ملك الجميع وأن التواصل والتعارف والتفاهم والتوافق والتنازل والتكامل والتحالف وبناء الشركات بين المؤسسات المجتمعية ثابت أساسي للبناء المجتمعي كل هذه الأشياء استوابت أساسية في البناء المجتمعي لما ننزل المقارنة بين المسيرتين خطوات البناء وخطوات الهد نجد أن خطوات البناء 18 خطوة منها 6 خطوات للفرد و12 خطوة للمؤسسة زاعد هناك 6 أركان أساسية لتكوين الشخصية المجتمعية البناء يبقى 18 خطوة للبناء و6 أركان الشخصية المجتمعية القادرة على البناء المجتمعي وخطوات الهد 18 خطوات الهد داخل أربعة مسارات نفسية فردية لأن النفس الأمارة بالسوق هي اللي بتدير هذا المشهد الهدام اللي احنا منشوفه في كل دولة من الدول الدول بتدفع مليارات عشان تقتل شعوب بتسرع مقدرتها مليارات تدعي الدين وتدعي الخلق وتدعي الحريات إلى آخره أما أركان تكوين نفس الشخصية الهدامة فم 8 زي ما ذكرتهم يبقى هنا في 18 خطوة في الهد 18 خطوة في البناء و6 أركان للشخصية البناء و8 أركان للشخصية الهدامة قد ذكرت لكم أيها الشباب وسائل هد من المجتمعات لتحذروها فاحذروها هتوسل عليكم فاحذروها هتوسل عليكم فاحذروها إن الحضرات التي يبنيها المخلصين من أبناء الشعور كأمثالكم في آلاف السنين يهدمها الجهلاء والعملاء والخوانة المستفيدون من سرقة مقدرات الشعوب في الأشهر والسنون والحقب الزمانية القليلة قليلة نرى آثار تسرق كان فيها أنا كنت وقرأة النهاردة كم عدد قطع الآثار المسروقة من دولة كدولة مصر وموجودة في كل الدول العالم مئات الآلاف مئات الآلاف اللي لم تكن وصلت لمليون من الذي سرقها ده مش بس من مصر من مصر ومن عراق ومن اليمن ومن كل حتة ومن اليونان ومن دولة الفلسية إلى آخر سرقات في دول تدعي الحضارة والإنسانية والعلم والمعرفة وندخل نجد أن هذه الأشياء كلها مسروقة فاحضروا يا شباب هاد ما بناها الأسلاف للنزوة الزعيم مصلحة فصيل أو رئة خائن عميل رؤية خائن لوطنه وعميل لأعداء شعبه فكونوا أنتم أيها الشباب البناءون ودعوا هؤلاء الشراث من القوم الذين يلعبون دور الهدامون حتى وإن طال بكم الأجل فآجال الشعوب والمجتمعات لا تقاس بالأيام والأشهر والسنوات بل بالحقب والأجيال وأنتم أهلا من هذا وعلم يا شباب أن الذي يريد أن يبني مجتمعا مثلكم فسيبني جاهدا قواعد مؤسساته 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 في حقب وسنين وأن الذين يريدون هدم الأمصار فسيهدمون مؤسساتها في شهور بسنين وهذا ما فعله الفاروق رضي الله عنه عمر حينما بنى الدواوين منذ أكثر من 14 قرنا التي أنشأت فيما بعد حضارات أنشأت خرجت من دمشق وخرجت من العراق وخرجت من أندلس وخرجت من تركيا وخرجت من وسط آسيا وخرجت من مصر إلى آخره لأنه هو أول من أسس الدواوين يعني أول من أسس المؤسسات لجمع المعلومات وتصنفها ثم الاستفادة منها وهذا ما فعله في أقرد الله عنه عمر حينما بنى الدواوين منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان وهذا أيضا ما فعله من؟ أعداء الإنسانية من المغول وأصحاب محاكم التفتيش في أوروبا وفي أسبانيا حينما حرقوا العلم حرقوا 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 تلذذوا بحرق كتب العلم والمعرفة تلذذوا وإغراب كتب العلم والمعرفة حينما حرقوا العلم والمعرفة والدين ليس في حقب وصنين بل في شهور من سنين هؤلاء أعداء الإنسانية الذين يلبسون أرتدون المسوح موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه السلام إلى آخره وشتان ما بين صناع معرة كأمثلكم بنات حذقة كأمثلكم يجاهدون جهادا مريلا بأمولهم وأروحهم لبناء المجتمعات وغوغاء شررة رعاع مرقة يهدمون بجهلهم وسوء عمليهم أمصار نمت بين ربعها حضارات ولن ينبت أنا أذكركم من حتري كلها عن الرعاع دول كيف قتل عثمان رضي الله عنه عثمان دول نورين عثمان من بشرين من الجنة عثمان الذي تبرع لكذا وكذا وكذا عثمان صاحب القرآن عثمان صاحب الحياة إنما كان يقول للرعاع للرعاع الغوغاء لما تقتلونني فلم أكن ثيب زاني ولم أكن قاتل لأحد ولم أكن خائن لدولة لما تقتلونني وهو صائم يقرأ القرآن ولكن الغوغاء الرعاع هاديم المجتمعات هاديم الأمصار قتلوه في شر قتله ورفض أن يجعل لأنصاره أن يدخلوا لكي لا تسار الدماء بين المسلمين بعضهم وبعض وشتانا بين صناع مهرة كأمثلكم بنات حذقة يجهدون جهادا مريدا بأموالهم وأروحهم لبناء المجتمعات وغوغاء شررة رعاع مرقة يهدمون بجهلهم وسوء عملهم أمصار نمت بين ربعها حضارات ولن ينبت العلم والمعرفة والإيمان في صدورهم حتى حتى ينبت الزرع في سبخ الفلات عارفيني السبخ للأرض الملحة حتى ينبت الزرع في سبخ الفلات الفلات للصحراء الجرداء أو يلج الجمل في سم الخياط أو تصعد الخلائق إلى السماوات أو تمشي الملائكة في الطرقات أو يرى الملأ ربنا رب السماوات لن أبداً لهؤلاء الملقة الغوغاء الرعاع الشررة إن البناء أنا ماء إن البناء أنا إنماء وإعلاء والهدم فيه إخفاض وإشقاء يا أيها الباني طل في البناء عمراً خلوداً فيه للباني بعلياء ويا من هدمت جداراً كان قد بني فإنك لجحيم النار خصباء إن البناء إنماء وأعلاء والهدم فيه إخفاض وأشقاء يا أيها الباني طل في البناء عمراً طل في البناء عمراً طل في البناء عمراً خلوداً فيه للباني بعلياء ويا من هدمت جداراً كان قد بني فإنك لجحيم النار عصباء جزاكم الله خير أخلف الله عليكم ورفع الله من قدركم ونفع الله بعلمكم المجتمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته